المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته سعيد بلقائكم في عدد جديد من برنامج قضايا وأراء قضايا وأراء بعنوان مركزي التنمية والوحدة الترابية عنوان بارز في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامس والاربعين للمسيرة الخضراء السؤال ما هي الأبعاد وما هي التجليات وما هي أيضا المكتسبات لمناقشة هذا الموضوع نستضيف كل من الدكتور شرقاوي الروداني خبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية الدكتور شرقاوي مساء الخير مساء الخير سيدي رب شكرا جزيلا وشكرا للدعوة وخاصة ونحن نعيش ذكرى المسيرة الخضراء وهي ذكرى كبيرة على المغاربة موضوع مهم وصلنا نقش عنوان مركزي للخطاب الملكي السامي خطاب جنال الملك خطاب استراتيجي بكل ما تحمل الكلمة من أبعاد خطاب سياسي خطاب كذلك له توجه منظور استراتيجي على مستوى العلاقات متعددة الأطراف وعلى مستوى العلاقات التنائية مع مجموعة من الدول ثم كذلك خطاب له توجه استراتيجي نحو تكامل والتعاون داخل العلاقات شمال جنوب والعلاقات جنوب جنوب طيب ودكتور نجيب الصومعي دكتور نجيب الصومعي خبير ومحلل اقتصادي دكتور نجيب مساء الخير أهلا وسهلا سعيد بلقائك أيضا وأنا أسعد طيب عنوان مركزي للخطاب الملكي السامي هذا خطاب الحكمة والمبادرات الكبرى نعم وعبر تقنية سكايب ومن مدينة شفشاون الأساد نوفل بامري الباحث المتخصص في ملف الصحراء دكتور نوفل مساء الخير وسعيد بلقائك مرحبا طيب عنوان مركزي للخطاب الملكي السامي هو خطاب ديال الحكمة وخطاب كذلك ديال مستقبل نعم قبل ذلك نتوقف عند التأكيد الملكي عن نهاية المقاربات الغير الواقعية للنزاع المفتعل التقرير من إعداد الزميلة نوال القراري الحمد لله والصلاة والسلام وعلى مولانا رسول الله وآله وسبحه شعبي العزيز المقاربات الضيقة اتجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أصبحت جزءا من الماضي جلالة الملك محمد السادس أكد في خطاب الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضرة أن الأطرحات المتجاوزة وغير الواقعية بخصوص قضية الصحراء المغربية تم إقبارها على مستوى الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن الأخيرة التي قضت نهائيا على مزاعم والدعاءات خصوم الوحدة الترابية للمملكة مجلس الأمن من خلال قراري الأخير ومن خلال كذلك ما صار عليه في السنوات الأخيرة هو أقبر بشكل نهائي وهم الإنفصال وأقبر كل مزاعم خصوم الوغرب أكيد بأن هؤلاء لا زالوا يتشبتون بموقف لم يعود له أي أطر اليوم ولم تعود هناك أي جهة تقبلوا به كما ورد في الخطاب الملكي 163 دولة في المنتظم الدولي لا تعترف بهذا الكيان الوهمية أي 5% من الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة من جهة أخرى أشار جلالة الملك أن منظمة الاتحاد الإفريقي تخلصت بفضل رجوع المغربي إلى بيته الإفريقي من المناورات التي كانت ضحيتها لسنوات عدة حيث أصبحت تعتمد على مقاربة بناء تقوم على تقديم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشكل حصري من خلال أمينها العام ومجلس الأمن بمجرد انضمان مغرب الاتحاد الإفريقي لم نلاحظ تلك الكولاسة التي كانت تتم في السابق بمعنى أن هذا الاتحاد تخلص إلى حد كبير من ذلك أو من تلك السيطرة والهيمنة لبعض الأنظمة السياسية التي كانت تحاول من خلال أجهزة المنظمة أن تعاكس طرحنا الوطني في حل هذا النزاع هذا الانتصار القانوني والسياسي والديبلوماسي الذي تزكيه كذلك المواقف المستجدة لعدد كبير من الدول الإفريقية هو تضييق من جهة للموقف الذي يعاكس طرحنا الوطني وهو من جهة أخرى يمكن اعتباره نجاحا وانتصارا استراتيجيا وليس تكتيكيا اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء من طرف عدة دول شقيقة من خلال فتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والدخلة في خطوة قانونية وديبلوماسية تعزز ثقة هذه الدول يضيف جلالة الملك في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية للمملكة توجه تعزز باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية تشمل دون تحفظ أو استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي طيب دكتور شرقاوي في الوقت على أن خطاب الدكرة الخامسة واربعين المسئلة الخضراء من خطابات الدلالات الخاصة مرجعية تاريخية أكيد وأيضا مرجعية نموية وهذا هو الأهم فاعتقادك الخاص كيف تستطيع المغرب أن يزاوج بين أهمية الدكرة التاريخية وفي نفس سياق نلاحظ الحكمة في تدبير هذه الملف أولا يعني وقبل كل شيء اليوم نتكلم نحن نتكلم عن قضية عادلة بالنسبة للشعب المغربي وكذلك قضية عادلة حتى كذلك على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى المنتظم الدولي وهذا ملاحظة يعني بشكل كبير يعني في قرارات مجلس الأمن منذ اندلاع يعني هذا النزاع المفتعل المغرب عندما تكون لك قضية عادلة يعني تلتجئ نحو لا يكون هروب إلى الأمام وبالتالي المغرب يعني له السيدة الكاملة فوق أراضيه وبالتالي لاحظنا وجود مقاربات استراتيجية على مدى المتوسط وعلى المدى البعيد في تطوير الأقاليم الجنوبية وجعلها قطب قوي في المعادلات الجيوستراتيجية الكبيرة حيث لاحظنا مؤخرا يعني في سنة 2015 جلالة الملك يدع مخطط استراتيجي لنموذج تنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية حوالي 77 مليار دولار أي ما يقارب 77 مليار درهم أي ما يقارب 80 ملاير دولار ثم كذلك هذا المخطط استراتيجي هو سيتحرك في الزمان والمكان باعتبار أننا نؤسس لحزام استراتيجي في اتجاه غرب إفريقيا وباتجاه إفريقيا وبالتالي هناك رؤية استراتيجية حكيمة لجلالة الملك في التعاطي مع هذه المسألة المسألة التي يعني هي مسألة مفتعلة واللي نقولها بصراحة مسألة القضية الوطنية هي مسألة يعني في العلاقات الدولية تعتبر مسألة جيوسياسية على اعتبار أن هناك أطراف تريد خلق فراغ جيوسياسي في الجنوب المغربي وبالتالي منذ يعني شجاعة المغرب في وضع منذ سنة 2007 ومن خلال القرار 18-57 مرورة بالقرار 19-20 مرورة بالقرار 20-44 وصورة القرار 25-48 نلاحظ أن هناك يعني تطور في الرؤية الاستراتيجية حتى للمتظم الدولي يعني في كل الأكاديم التي كانت حول هذا الملف والتي أراد يعني كما قلنا الخصوم محاولة تضييق على المغرب في مجموعة من الأمور المرتبطة بالسياسة التنائية أو بالسياسة متعددة الأطراف عودت المغرب إلى الإطار المؤسسة الالتحاد الإفريقي كانت محديدة كبيرا في معادلات قوية من أجل تدويب جميع الإشكاليات المرتبطة بسوء الفهم الذي كان لدى بعض الدول الإفريقية أو حولت بعض الدول في أمريكا الجنوبية وهو ما حدى بأن يكون اليوم كما جاء في خطاب جلالة الملك أكثر من 163 الدولة لا تعترف بذلك الكيان الانفصالي نعم طيب دكتور ناجي في الوقت على أنه في السنوات الأخيرة معروف على أن هناك تطورات من الموسى وعقلانية على عدة مستويات في ملف الصحراء المغربية أولا على مستوى الأمم المتحدة أقبأ أقبرت كل القرارات الأخيرة المرتبطة يعني ببعض التصورات وهناك تصور وحيد الآن هو تصور الحكم الداتي أهمية هذا التصور خاصة على مستوى الإقلاع الاقتصادي الذي يريد أن يحققه للمغرب أولا منذ استرجاع المغرب لأقليمه الجنوبية أعتبر على أنه كانت ثلاث مراحل أساسية نعم كانت مرحلة البناء مرحلة التطوير واليوم جلالة الملك أدخل الأقليم الجنوبية في مرحلة الإبداع والامتكار نعم اليوم طبعا كان صياق سياسي والصياق يعني الإقليمي تأكد على أنه المبادرة أعتبر جلالة الملك دي الحكم الداتي هي المبادرة الأكثر مصداقية نعم وكذلك هي المبادرة التي تتمشي مع المتطلبات سواء منطقة أو حتى المنتظم الدولي نعم في نفس الوقت هذا المعنى هذا المعنى هذا المعطات يأكد على أنه مناطقنا الجنوبية ستمر لواحد السرعة قصوى في مصار تحريط طاقات التنمية لغي خليها بفعل المبادرات الملكية السامية تولي المفتاح دي العمق الاستراتيجي للمغرب بمعنى على أنه أولا ستكون مدخل أساسي لتقوية الحضور المغربي في إفريقيا ولكن كذلك ربط أساسي بالمنظومة الأطلسية مع أمريكا الجنوبية هذا أمر مهم جدا لأنه يعني الجانب القانوني المرتبط بوضعية الصحراء المغربية سيزيد يعطي للمغرب واحد إمكانيات أكبر من أجل تطوير المنطقة من البعد المرتبط بما هو ترابي البعد المرتبط بما هو جوي واستغلال وكذلك البعد المرتبط بالبحري لذلك اليوم المغرب يضع منطقة الصحراء المغربية في قلب الدينامية العالمية طبعا كان هناك مشاريع كان مشروع الحزام والطريق اليوم الدخل والعيون يربطون هذا المشروع مع بقية العالم كذلك الديناميات المرتبطة بالمستويات الجديدة لما بعد كورونا أو النظام العالمي لما بعد كورونا أعتقد على أن أقالي من الجنوبية ستكون في قلب هذه الدينامية وسنؤسس لمرحلة جديدة كما قلت أساسها الإبداع والتطوير نعم طيب أستاذ نوفل في الواقع على أنه مجلس الأمن باعتباره لايئة التنفيذية العليا للأمم المتحدة واضح للغاية في هذا الصدد القرار الشهير الذي صدر بطبيعة الحال في 30 أكتوبر 2020 والذي أكد على أهمية مبادرة حكم الذاتي باعتبارها مبادرة جدة وذات مصداقية أولا تعليق على هذا القرار مع العلم على أنه لاحظنا مؤخرا على أن جل القرارات لدينا المجلس الأمن كانت تتجيه في اتجاه واحد هو مبادرة الحكم الذاتي هو طبعا قراءة قرارات المجلس صادر على المجلس الأمن لا يمكن أولا قراءة وابي معزيل على السياق العام لمختلف قرارات منذ انطلاق مستوصلة السياسية السلمية مع تسفاق وقت طلاق النار يمكن أن إذا رجعنا منذ 2021 إلى الآن يمكن أن أكدوا على أنه هذا التطور للوعي الأممي بأهمية الحال الذي اقترحوا المغرب يمكن أن أشكتل المرحيل لكن دون الأساسية المرحلة الأولى هي المرحلة التي كان فيها استفتاة تقريب مصير كحل وفان على أنه منذ استقالة فيتر بان ونصم على أنه استفتاة تقريب مصير هو حل غيرواقي وحل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع نضرب تعقيدات زغرافية تعقيدات تاريخية والتعقيدات كذلك حتى المحيطة الموجودة اليوم داخل مخيمة تندوف وانتقلت الأمم المتحدة منذ أن قدم المغرب مبادرة الحكم الداتي على إدماج هذا المقترح هذا كحل بديل يعني كان هناك إندماج كلي كان هناك انفصال كلي وبالتالي المغرب عندما قدم مبادرة الحكم الداتي مع استقالة كفار فانوالسوم ودمجت ضمن مختلف قارات الأممية الخيار للحكم الداتي كخيار ثالث وكخيار بديل نعم يمكن منذ 2012 إلى الآن داخل أمم المتحدة نعيش مستوى آخر من مستويات للقارات السياسية الصادرة عن مجلس الأم ولا كذلك حتى على مستوى التقارير للأمم المتحدة دالواعي هناك جديد أهمية المقترح الحكم الداتي وبدينا نعيش تطور على مستوى اللغة السياسية التي تقدمها الأمم المتحدة في قاراتها يمكن رجعوا منذ 2017 إلى الآن حتى القرار الصادر في أكتوبر الماضي 2017 2018 2019 هي كلها قارات شكلت على مستوى مضامينها على مستوى اللغة السياسية ومستعملة طفرة نوعية في العلاقة مع المبادرة الحكم الداتي نعم بحيث أن الأمم المتحدة أصبحت تحوت مختلف الأطراف على اللذي بحث على حل سياسي وواقعي بروح ودينامية جديدة وعندما تحدثت من تلك القارات أمم المتحدة على روح ودينامية جديدة فهي أكيد أن نعتبر السفتاتق المصر هو حل مليئ القرار الأخير الصادر في أكتوبر الماضي هو قرار أنها من ناحية السياسية مع شكل اسمه السفتاتق المصر واعتبر منذ اليوم ممكن أن نقول أن الأمم المتحدة اليوم تعتبر بحكم الداتي هو الحل السياسي الواقعي الوحيد القابل لتطبيق والمستجيب للمعايير التي وضعته المتحدة ومستجيب كذلك حتى لمتاق الأمم المتحدة طيب ربما دكستور شرقاوي في الواقع على أنه خطاب جلالة الملك نصره الله تحدث خاصة على المستوى الاتحاد الأفريقي ربما رجوع المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي رجع إلى بيته الداخلي بطبيعة الحال هناك مجموعة الأمور التي تحققت أهمية هذا الرجوع وما هي طبيعة المكاسب التي استطاع المغرب أن يحققها في هذا المجال عودة المغرب إلى الإطار المؤسسات الاتحاد الأفريقي كانت عودة مهمة جدا نظرا لأنه كانت هناك مجموعة من الأمور التي تروج داخل المؤسسات الاتحاد الأفريقي وكان هناك فهم لمجموعة من الدول لهذا الملف السياسي وهو عندما نلاحظ مثلا الزيارة التاريخ التي قام بها جلالة الملك إلى جنوب السودان ولقائه بسلفادير يعني ميرانكا قال بأن هناك اختلاف وهناك بأن الأمور المرتبطة بالتاريخ وبالجغرافية وحتى قال بسيرورة الأحداث تختلف عن جنوب السودان والإشارة أن جنوب السودان كانت بالنسبة لخصوم المغرب داخل الاتحاد الأفريقي نموذج وبالتالي سحب اعتراف جنوب السودان بهذا الكيان الوهمي كان ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية وبالتالي أعتقد بأن عودة المغرب إلى إطار الاتحاد الأفريقي جعلت صححة الأوضاع ثم كذلك جعلت الأمور تكون سهلة للفهم حيث أن دخول المغرب إلى مجموعة من مؤسسات كمجلس السلم والأمن ونعرف بأن كانت هناك مجموعة من القرارات التي تصدر وهي قرارات خاطئة يعني في مجملها عودة المغرب جعلت أن الأمور تكون يعني توضع السكة يعني في الطريق الصحيح ثم كذلك بأن عودة المغرب إلى إطار المؤسسات الاتحاد الأفريقي طورت من خلال العلاقات لمتعددة الأطراف كذلك بالنسبة للمغرب في علاقات مع مجموعة من الدول هناك زومبيا كينيا دول القرى الإفريقي دول شرق إفريقيا ثم كذلك دخول المغرب بقوة لدول غرب إفريقيا حتى كذلك بأن عودة المغرب إلى إطار المؤسسات الاتحاد الأفريقي سمحت بأن يكون للمغرب دور محوري في ترتيب مجموعة من الأجندات الأفريقية نتكلم عن الأجندة عشرون ثلاثة وستون المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ثم كذلك المغرب أصبح يساهم بشكل كبير في تنمية القارة الأفريقية المغرب مؤخرا يعني قام باستقبل مجموعة القائعة قمة العمل الإفريقي التي ترأسها جلالة المالك قمة الحوض برازافيل يعني الكونغو التي كانت مهمة جدا في تتبيط رؤية استراتيجية مهمة في دول غرب إفريقيا ثم كذلك أن المغرب أصبح يؤسس لتكتولات اقتصادية من خلال علاقته مع المجموعة اقتصادية لدول غرب أوروبا أو علاقته مع دول السنساد أو مجموعة من التكتلات الاقتصادية حيث أصبح هناك طموح لخلق دماج إفريقي وتكتل إفريقي من أجل مجابهة جميع التحديات وحتى تكون القرى الإفريقية قادرة أن تتحمل كامل مسؤوليتها على المستوى استراتيجي وعلى مستوى كذلك التنمية البشري المستدامة حيث أن المغرب اليوم في الهجرة الغير يعني جلالة المالكة رائد داخل الاتحاد الإفريقي في هذا الموضوع وملك المغرب يتلعب دورا طلائعيا كذلك في تتبيت موعمل الأمور المرتبطة بالهندسة الأمنية والعسكرية للمغرب علاقات قوية وكما جاء على لسان جون بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قال بأن المغرب هو بوابة إفريقيا والمغرب يلعب دور كبير في عالم متقلب في عالم يعني يعني تعيش فيه الدول يعني اقتصادي وحتى الأمني نعم طيب دكتور نجيف في الواقع المغرب تحت قيادة جلالة المالك لصره الله بدلا مجهودا كبيرا خاصة على المساوى المالي في دل مجموعة من الاستثمارات العمومية التي بدلت في هذا المجال أولا يلاحظ في هذا الجنب دينامية استثمارية كبيرة جدا اعترف فيها الجبيع بما فيها أيضا أمان أعامين سابقين للأمم المتحدة أيضا تقرير شاهير شات هام هاوس أشهد بمبادرة جلالة المالك خاصة في تسوية قضية صحراء المعتمدة على المجموعة من المقاربات في من ضمنها المقاربة الاقتصادية المقاربة التنموية نعم لأنه اليوم المغرب طبعا ما كانش فرق من الأقاليم دياله تقريبا شاهدنا على أنه كان دينامية كبيرة في الشمال في الوسط وفي الجنوب تقريبا بنفس المستوى ولكن كان بعض المقومات الطبيعية ومقومات اقتصادية خاصة بالصحراء المغربية من قبيل يعني المناخ كذلك من قبيل يعني المنظومة يعني الإيكو سيستم ناتوريل أو المنظومة الطبيعية وهذه أمور مهمة جدا في الحقيقة المغرب يعني يطورها بشكل كبير نعم اللي مهم هو أنه المغرب اليوم جعل من منطقة الصحراء المغربية نموذج تنموي في القرى ككل اليوم تنتكلموا على منظومة طاقات متجددة كبيرة جدا ما هو ريحي وما هو شمسي وجلالة الملك أطلق ديناميات يعني الطاقات المتجددة المرتبطة بالطيارات البحرية كذلك المنوكيين جانب أخر مرتبط بالسياحة نعم اليوم منطقة الدخلة تعتبر يعني من أهم المراكز السياحية على المستوى العالمي نظرا لوضعيتها كشبه جزيرة وكذلك نعم يعني كمنطقة شرطة إيادة جودة عالية في نفس الوقت الأقاليم الجنوبية اليوم كان طبعا تنعرفوا لأنه كان دينامية كبيرة جدا يعني المشروع النموذج التنمويل الأقاليم الجنوبية واحد 8 مليار ديال دولار ديال استثمارات كذلك المشروع الطاقات المتجددة حوالي مليار دولار ديال استثمارات كذلك الطريق الربط اللوجيستي بين شمال يعني على بعد أسابيع سيتموا وتدشينهم هذا معناه على أنه المغرب اليوم يطور منظومة لوجيستية متكاملة في المستقبل النتائج ماذا ستكون أولا لما تتكلموا على يعني الميناء ديال الدخلة هو دراع لوجيستي كبير جدا سيكونه بشكل متكامل مع يعني محور أقادير طنجا في نفس الوقت هذا تأكد على أنه المغرب اليوم غادي في أحد دينامية استثمارية في المنطقة والدليل على أنه دولة مثل الإمارات لما تفتح قنصلية فهي تفتح لأن هناك مصالح اقتصادية كبيرة مصالح مهمة جدا شركة مصالحة مصالحة دينامية مصالحة أقتصادية مصالحة مصالحة أسنع مصالحة أسنع مصالحة مصالحة قيمة لذلك فاليوم احنا امامه منظومة من الفرص جلالة المالك دزل واحد المستوى اخر يلجي الجديد من الاستثمارات طبعا اعتقد على انه بجانب كل هذه الدينامية المغرب اعطاه جوج مؤشرات اساسية اولا منظومة انتعاش اقتصادي هي الاهم في المنطقة زائد البارح جلالة المالك يعني اطلق واحد المبادرة دي لتلقيه تدقول لانه هاد المشاريع غير يبدو في هاد الايام ما نتسننوش بعد كورونا لاننا سنتخلص بعد اشهر بفعل الحكمة والاستباق لجلالة المالك من هاد الوباء للمرور الى مراحل اكتر قوة في المصار التنموي للمغرب طيب استاذ نوفل في الواقع لانه ما يمكنش نديره تحليل الخطاب الملكي دون ان نقرأ يعني بعض الاشارات رقمية بالدرجة الاولى 16 القنطولية بالاقاليم الجنوبية خلال سنة واحدة فقط خاصة بالدخل والعيون سيق مقاله جلالة المالك هو اعتراف اكتر من 85% من الدول اليوم بمغربية الصحراء ما هي اهمية ورمزية هذا الحدث اولا نحن لا نعيش فقط على مستوى الرمزي نعم اتتاح هذه القنصوليات لحوالي نصف الدول في الاتحال الافريقي واولا سيكون له انعكاس داخل مختلف الاجهزة في الاتحال الافريقي واكيد على انه في تحت هذه القنصوليات كان له سابقه للمواقف هذه الدول في الاتحال الافريقي بحيث جعلت الاتحال الافريقي يتخلص من الارت السابق ويكون تموضعه في العلاقة مع الملف نزاع الصحراء المتعل تموضع واقعي واقعي الافتتاح هذه القنصوليات هو ليس فقط اعتراف يعني افتتاح يعني جاء بقرار يعني اعتباطي بقبل ما هو انه له دلالة السياسية وله دلالة الديبلوماسية نحن نعيش اعتراف ليس فقط بمغربية الصحراء بل بجدية المغرش فيما يتعلق بتعاطيه مع موادر الحكم الديتي فيما يتعلق بتعاطيه مع النجاة المستعدة حول الصحراء وييعطيه كذلك إمكاني وفرص اتصادية لهذه الملاطق من خلال التنصوليات التي تم افتتاحها بمدينة سيد داخل وليون سواء كانت إفريقية أو عربية للشنة الإمارس أو لدول الأخرى ستفتاح تنصولياتها طريب ربما تفضل سينوفل بمعنى أنه اليوم التنصوليات هو حدث له دلالته السياسية صحيح وله دلالته الدكنوماسية وأنا شخصيا أربطه بحداثين أساسين نعم أربطه أولا بالخطاب المالي في المسيح الخبر لسنة أفريخ مستش نعم واللي في العلاقة مع مختلف الدول في العالم وبعض من القطع الحروف وأكيد أنه بعد هذا الخطاب عاش المغرب حوارا دكنوماسيا وسياسين هادئا مع مختلف الدول خاصة الدول العربية والدول الإفريقية من أجل إعادة تقييم علاقتها مع المغرب ومن أجل إعادة نظرتها لهذا النزاع واليوم لدولة الإمارة الشقيقة توجد افتتاح خنصولياتها أكيد على أنه ستعقبه افتتاح خنصولية الدول العربية أخرى مثالة ثانية كذلك حدث ثاني واللي كان أعتقد أنه كان جد مؤثر فيما يتعلق بافتتاح الخنصولية خاصة الإفريقية هو العودة المغربية للإتحاد إفريقي والخطاب المالك الذي ألقاه بشكل شخصي أثناء العودة الرسمية للإتحاد إفريقي وليعملوه داخل هذه الأجهزة أكيد على أنه الخطابين معين ديال 2015 والخطاب ديال العودة للإتحاد إفريقي أكيد على أنه ممعن أعطى إشارة سياسية كبيرة جدا مسألة أخرى هي العلاقة مع أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأكيد على أنه المغرب يتبع الدبلوماسية خاصة الدبلوماسية البرلمانية أكيد على أنه سيلاحظ انتعاش قوية في العلاقة ما بين المغرب معين هذه الدول هذه الانتعاش الدبلوماسية الاقتصادية الدبلوماسية البرلمانية أكيد على أنه في سنة أو في سنة سنشهد عمل أو العكاس الإيجاري لهذه العلاقة التي نمس قيدت هذه السنوات وليستعززت في سنتين الماضية الماضيتين. نحن نشطى البرلمان المغربي استقرال العديد من الأجهزة البرلمانية دي الأمريكا اللاتيني وأمريكا الجنوبية. كان هناك أنشطة جدية وكان هناك محور دي التنمية محور دي العدد الاجتماعي محور دي الوحدة الواطنية. جزء وفي قلب هذه الاتمامة المشر وأكيد على أنه سنعيش انتصاراً ديبنوماسياً يتواج بفسح بين قوسين الأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية من أجل سواجد قوي بفلماسي في هذه المنطقة. نعم طيب ربما تحدثنا بما يكفي عن موضوع التنمية خاصة في المناطق الجنوبية شوفوا أحد الروبرتاج لإعدادة الزميلة خديجة الجمالي في هذا الموضوع. الروبرتاج الحمد لله والصلاة والسلام وعلى مولانا رسول الله وآله وسبه شابي العزيز خطاب ملكي جدد التأكيد على الالتزام بترسيخ مغربية الصحراء وجعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري عبر استثمار المؤهلات الكثيرة التي يزخر بها مجالها البحري صاحب الجلالة أشار إلى نقطة مهمة وهي التنمية المستدامة وكيفية استغلال الطاقات المتجددة وكذلك الاعتماد على المنتجات أو الثروات الموجودة التي تزخر بها الأقالم الجنوبية من أجل جعلها آلية للوصول إلى التنمية المستدامة. هذا كله يدخل في إطار الحكامة الجيدة ويدخل كذلك في التطلع لأجندة التنمية 2030. صيد البحري والله الحمد اليوم مدينة العيون فيها معامل وشغلت أولادنا ومناتنا هذا لأنه دائما وين يكون المواني يكون الخير يكون اللوزينات الحمد لله شغل أولادنا ومناتنا وفي بوجدور وفي الداخلة لأنها هي التنمية الحقيقية لأنه البحر في ياسر من الخيرات واليوم والله الحمد إحنا استفمرنا ذاك الخيرات لأنه لأن هذه الدولة عدت المواني لأنه وين يكون الميناء كاين والطرق كاين واتصالات كاينة لها كل استفمار وفي هذا الإطار أبرز الخطاب الملكي أن المغرب أكمل خلال هذه السنة ترسيم مجالاته البحرية وسيظل ملتزما بالحوار مع الجارة إسبانيا بخصوص التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين في إطار قانون البحار الرؤية تسير المستجدات على الواقع فتحديد المغرب كما قال صاحب الجلالة نصره الله في خطابه للحدود البحرية فهو شجع المغرب الآن أن ينمي كذلك الثروة التي يمتلكها الثروة البحرية وتحدث صاحب الجلالة على الميناء الدخل الذي سيكون كذلك ميناء يتم ميناء طنجة المتوسط وهذه كلها تدخل في في فلسفة المسيرة الخضراء كما أكد جلالة الملك على مواصلة العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي استكمالا للمشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي أضحت نموذجا تنمويا متفردا طيب أستاذ الشرقوي فالواقع على أنه بلغة الأرقام يعني تشهد الأقاليم الجنوبية تطورا كبيرا جدا نعطي بعض المعطيات نموعد الفقر الأقل وطنيا في المنطقة بالمقارنة مع المغرب أيضا نسبة الارتفاع خاصة على مستوى المقاولات هناك طفرة كبيرة جدا خاصة في المنطقة الجنوبية تقرير المصد الوطني للتنمية البشرية يؤكد بأن جهتين يعني الساقي الحمراء والذهب وأيضا الدخلة تسجلان أعلى معدل لتنمية على الصعيد الوطني أهمية هذه الأرقام التي أتحدثها الآن في استمرارية التطور الاقتصادي في المنطقة شوفي للكون صراحاء يعني خطاب جلالة البلك الأخير كان خطاب مفصلي وخطاب اللي فيه محددات جديدة في تصور الاستراتيجي للمناطق الجنوبية في علاقتها في إطار الجهوية المتقدمة أو حتى في إطار علاقات المغرب مع الاتحاد الإفريقي أو حتى في إطار علاقات المغرب في سياسته متعددة الأطراف أو حتى في علاقاته التنائية دون النساء يعني المغرب اليوم قام بترصيب الحدود البحرية يعني لا على مستوى البحر الأبد المتوسط أو على المستوى الأطلسي وبالتالي اليوم كان هناك شروط كبيرة لإنضاج طورة اقتصادية كبرى تكون الأساس هي المناطق الجنوبية عندما نتكلم عن الاقتصاد البحري نتكلم عن مجال استراتيجي مهم في التدبير يعني الاقتصادي الدولي لأن هناك مجالات متداخلة هناك معدلات جيوستراتيجية نتكلم عن البحر معدلات جيوأمنية معدلات جيواقتصادية معدلات جيوطاقية وبالتالي بأن اليوم المناطق الجنوبية هي مناطق جد مهمة في حزام اقتصادي استراتيجي سيتحرك في الزمان والمكان وابتدأ منذ مدة اليوم وبالتالي يمكن اعتبار أننا نقول بأن التنمية الأقالم الإفريقية هي مفتاح لتنمية دول غرب إفريقيا الاعتبار يعني أن المغرب هي دولة أمة وفي القارة الإفريقي خاصة في الدول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء تم تأسيس الدولة ولم تتأسس الأمة وبالتالي كانت هناك نزاعات طائفية وإثنية وكانت حركات انفصالية باتقت دون أن ننسى أن أكثر من 27 حركة انفصالية توجد في إفريقيا واعتقد بأن اليوم المغرب يقدم نموذجا للتكامل والاندماج الإفريقي وكذلك يضع خطة استراتيجية على أساس أن الجهوية المتقدمة هي أساس لتنمية أقاليم كبيرة خاصة دول غرب إفريقيا التي لها علاقات استراتيجية مع المملكة المغربية وكذلك أن المغرب دولة محورية في معادلات شمال جنوب وفي معادلات جنوب جنوب الإخوان تكلموا عن أمريكا الجنوبية تكلموا عن مجموعة من دول والمرافق الأمور المحددات استراتيجية في تجارة الموانئ وفي مجموعة من الأمور ولكن أعتقد بأن اليوم المغرب دخل مرحلة مفصلية في تدبير هذه العلاقة المرتبطة بإفريقيا عودت المغرب إلى الإطار المؤسسة للاتحاد الإفريقي كذلك وجود أكثر من 16 قنصولية وهناك دول ستفتتح قنصوليات في الأسابيع القادمة أو الأشهر القادمة يعني هناك إقبال دولي ليس فقط بغليبوزيو دي ماروك ولكن لأن المقالم الجنوبية هي ستكون منطقة أساسية في تنمية الأقاليم في تنمية الدول الغرب إفريقيا وكذلك هي أساس اندماج اقتصادي وكذلك أساس اندماج وتكتولات اقتصادية في بجموعة من الأمور المرتبطة بالتنمية للقارة الإفريقية أعتقد بأن اليوم هناك تحولات استراتيجية مهمة على المستوى الدولي وأعتقد بأن المغرب أصبح يتموقع بشكل كبير في معادلات كبيرة تتجاوز يعني ما هو معلن على مستوى الدولي أعتقد كذلك بأن اليوم الاقتصاد السياسي المغربي أصبح ميما وأصبح يلعب أدوار طلائعي في الاقتصاد السياسي الإفريقي من خلال هذه النموذج السياسي الذي وضعه جلالة المالك في إطار الجهوية المتقدمة تنمية الأقاليم الجنوبية تكلمنا عن برنامج تنموي جديد يعني قيمة 8 ملايير الدولار نتكلم اليوم عن تنمية من خلال اقتصاد بحري بكل ما تحمل كلمة المعنى وبكل يعني تمثلات هذا الاقتصاد على مستوى وقدرة المغرب في ترتيب مجموعة من التروات الجديدة التي ستستفيد منها الأقاليم الجنوبية وأعتقد أن هذه الأقاليم ستكون قطب الروح الاقتصاد الإفريقي خاصة لدول غرب إفريقيا نعم دكتور ناجيب في الوقت على أنه يعني نقرأ لك واحد فقرة من خطاب جلالة المالك إن التزام مغرب بترسيخي مغربية صحراء على الصعيد الدولي لا يعادله إلا عمله المتواصل على جعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقارري أولا هناك مقاربتين أساسية في الموضوع مقاربة تنمية القارية في إطار العمق الإفريقي وأيضا مقاربة تنمية أيضا في إطار ما سماه جلالة المالك باقتصاد البحر أهمية هذا الاقتصاد لاحقا بالنسبة للمغرب لا أولا اقتصاد البحر من بين أهم آليات خلق الطروة في العشرين سنة الماضية في العالم هولندا مثلا 17% من نتيج الداخلية الخام مرتبطة بالبحر كينا الصنغافورة وعدد كبير ديالدول يستمروك بواحد شكل كبير في هذا الإطار من النقاط الأساسية هو أن اقتصاد البحر خرج من الجانب الكلاسيكي المرتبط بزراعة السماكية والاستغلال ديال الأسماك بالمنطق الكلاسيكي اليوم تنتكلمو على جوج ديال المحددات الأساسية أولا الطاقات المتجددة المرتبطة بالبحر وكذلك البيوتكنولوجيا البحار هاد البيوتكنولوجيا البحار تتطور لواحد الأمور مهمة جدا مرتبطة بما يسمى بالمحاكات الحيوية جلالة الملك يعني عرف بأنه هذا المعطى الطبيعي اللي كان في الأقاليم الجنوبية تشكل عامل محدد وشكل عامل محدد من أجل تحرير طاقات التنمية نقطة أخرى بالنسبة للاقتصاد البحر هو أنه اليوم تنتكلمو على الصناعات البحرية هذه الصناعات البحرية يمكن يكون صناعات السفون يمكن يكون يعني والدخلة تمتلك يعني محور الدخلة العيون يمتلك إمكانية أنه يكون واحد يعني واحد القطب صناعي عالمي فيما في يعني الصناعات التقيلة المرتبطة بالسفون نعم ممكن كذلك نتكلمو على أمور أخرى التي تنتج الطروة طروة عفوا بشكل كبير بالنسبة للجانب الثاني في المنطوق الملكي السامي هو ربط منطقة الصحراء المغربية بالبعد القاري يجيب استحضار أمرين مهمين هو أنه في إطار أجندة 2063 هناك مشروع اسمه لازليكاف منطقة التبادل الحر الإفريقي معناه على أنه كان مليار ومئتين مليون مستهلك قابل للولوجية بالنسبة للمقاولات المغربية أو المقاولات التي ستوطن أنشطتها بالمغرب مدينة الدخلة مثلا تمتلك قدرة كبيرة جدا على الاستفادة من هذه العملية سواء في إطار التوطين الخاص يعني الخلق تام للتروة بالمنطقة أو التوطين المشترك مع بعض الدول الإفريقية في إطار يعني التعامل الاقتصادي لطور المغرب في إطار شركات استراتيجية دخل اليوم أي مستثمر في العالم سيطمع للاستثمار فيها لماذا؟ لديه ميناء مهم بولوجية تقريبا لكافة القارة الإفريقية لديه مطار يسهل الولوج لأي مدينة أوروبية في ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو أي مدينة إفريقية في ثلاث ساعات أو أربع ساعات كذلك لديه طريق خط طرقي لوجيستي مهم من طنجة إلى أبوجة وهذا أمر مهم جدا لأنه الهدف ديال المغرب وهنا الهدف ديال المغرب هو أنه أي منتوج أي منتوج يمكن يتسهلك في القارة الإفريقية إلا وهناك إمكانية إنتاجه سواء لا في طنجة أو في الدار البيضاء أو في العيون أو في الدخلة وهذه أمور مهمة جدا هناك نقطة أخرى هو أنه المناطق الجنوبية للمغرب اليوم عندها واحدة إمكانية كبيرة بشتولي محور ديال يعني ديال الدينامية الاقتصادية بين طنجة وأبوجة خاصة وأنه كما ذكرت بأنه كيل القرب يعني الجغرافي ولكن كذلك كيناه إمكانية ديمغرافية مهمة تتعرف على أنه في إطار السياسة الحكيمة للهجرة التي تنهجها جلالة المالك فيمكن من منطقة الدخلة أو منطقة العيون تكون كذلك واحد الدراع ديال التعاون في رأس الأموال البشرية بين رأس مال المغربي وكذلك الرأس مال الإفريقي خاصة في منطقة غرب إفريقيا أعتقد بأن جلالة المالك اليوم أوضع واحد الخطة متكاملة جدا لتوسيع أبعاد خلق الطروة في المغرب خاصة في المناطق الجنوبية على اعتبار على أن اقتصاد البحار بمفهومه الذي قدمه جلالة المالك مرتبط بالطاقة المرتبط بالسياحة وكذلك بالصناعات البحرية يمكنه أن يشكل آلية قوية لخلق الطروة يمكن حددها في 1.5% من نتج داخلي الخام على خمس سنوات خاصة وأن دراسة الاقتصاد البحر في 2030 تدقل على أنه اقتصاد البحر في المجمل في المعدل في العالم يمكن يساهم حتى الزائد 5% في بعض الحالات نفل في الواقع على أنه بعض السيفزازات العقيمة كما سمها جلالة المالك بالمناورات اليائسة التي تقوم بها الأطراف الأخرى والتي تعد فقط مجرد هروب إلى الأمام بعد سقوط الأطروحة المتجاوزة على العكس من ذلك طبعاً تحيو أكيد المغرب على التزام والصادق يعني بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة كيف يمكن أن نقرأ هذه الحكمة والبعد النظر في هذا الموضوع أولاً سنعرفه على أنه جزء من الخطة دي الأطراف الأخرى كما سمها الخطة المالكية وأنه كان هناك محاولة جر المغرب إلى توتر عسكري في المنطقة أولاً أي توتر عسكري في المنطقة يعني غديد خلفة المغرب ولو كان من ناحية العسكرية هو جد متفوق فكلنا بتأكيد نحن يكون خاص لأنه في نهاية المعطف أولاً الساكنة المخيمة نحن نعتبرها جزء من الأهلنا ونعتبرها امتلاداً تاريخياً ومطنياً للساكنة الصحرائية وبالتالي لا يمكن ولن نقبل على أنه يكون هناك أي استبام عسكري مع هذه الساكنة التي نعتبرها ضحية لهذا المزاع وضحيات قيادة لتنريج الواقع الخصوم دي المغرب كانوا يرهينون على إحداث توتر حقيقة في المنطقة بسببين أساسيين أولاً السبب الأول هو أنه لحالة استقاربة عشرة منطقة خاصة منذ سنة 2017 اللحظة اللي قام فيها المغرب لتنشيط معبر جرية الرأس يعني التنظيمات الإرهابية تضرر الرأس في الشكل كبير لعمليات الأمنية التي يقوم بها المغرب في جنوب المغرب ضد التنظيمات الإجرامية العابرة للقراس والدول نحن نشوفوه الأعداد الكبيرة للأطنانبية المخضرة التي يتم حزها من طرف المؤسسة المغربية طيب ربما هناك مشكلة في الصوت كان أعتقد على أنه كان مشكلة في الصوت للأسف فقطعنا الاتصال بهذه التنظيمات الإجرامية أعتقد على أنه المغرب في تصبيق الحكمة المغرب بنحيازه إلى الحالة البيتنوماسية إلى الحلس نعم طيب أستاذ نوفل أرجو عندك لك الممكن نتمنى على أنه المشكلة التقنية تصلح في أقرب وقت طيب دفتور شرقاوي في الواقع لأنه استيسمار في المجالات البحرية دائماً وخيار استراتيجي خداها المغرب على الأعتقد يالو كيف يمكن أن نقرأ خاططاً للمساولة استثمار لأهمية الأرقام المالية التي تغضف في هذه الجوانب أعتقد بأن اليوم المغرب كما قلنا ندخل لطورة جديدة يعني طورة اقتصادية من خلال ما يسمى الاقتصاد البحري على أساسه أنه اقتصاد جديد في المملكة المغربية صحيح أن هناك كانت استثبارات ضخمة وكبيرة في المجال ولكن أعتقد التوجه الاستراتيجي الجديد لجلالة المالك من خلال الاقتصاد البحري سيسمح المغرب بخلق ثروة كبيرة جداً وهذا التروسة ستكون لها نعكسة مهمة على المناطق الجنوبية وعلى المغرب برمته ثم كذلك أعتقد بأن المغرب وهنا تأتي فكرة جو بايداً عندما زر المغرب سنة 2014 عندما كان نائب رئيس الولايات المتحردة الأمريكية بارك أوباما وفي لقائه مع جلالة المالك وفي لقائه كذلك مع الصحافة المغربية قال بأن المغرب هو بواب لإفريقيا يعني هنا يمكن أن نستشفى بأن المغرب يمكن أن نلعب أدوار طلائعية كبيرة جداً على المستوى الجيوسية داخل القارة الإفريقية لأن لدينا مسؤولية كبيرة وكما قال جلالة المالك ما مرة حتى في خطاب عودة المغرب إلى الإطار المؤسسة الالتحاد الإفريقي بأن المغرب له مسؤولية كبيرة في ترتيب مجموعة من الأمور المرتبطة بالتنمية الإفريقية لدينا شركاء استراتيجيين ولدينا علاقات وطيدة مع مجموعة من الدول داخل القارة الإفريقية ثم كذلك بأن المغرب حتى كذا لاحظنا يعني مثلاً خطاب جلالة المالك في القمة العربية الأوروبية عندما أتكلم عن معادلات جيوستراتيجية كبيرة وأن القارة الإفريقية قادر أن تلعب أدوار طلائعية في تمكين يعني استباب الأمن والاستقرار وبالتالي نقول بأن مدخل التنمية في الأقاليم الجنوبية وكذلك التي سيكون لنعكس كبير في داخل دول غرب إفريقيا ستمكن من الاندماج الإفريقي وهي مدخل أساسي لاستباب الأمن والاستقرار ومحاربة الإيراب عندنا المالة الواحد مثلاً منطقة البتاكو جورما الحدود البوركينابية المالية والحدود نيجيريا نلاحظ أن هذه المشاكل الاقتصادية هي التي جعلت أن يكون هناك تنافر وتكون نزاعات إثنية وطائفية التي سمحت بتشتد الدولة وعدم استحضار الأمة كأساس قوي في ترتيب أمور في معادلة ترتبط بالدولة وبالتالي اليوم المغرب في مشروع كبير وأعتقد بأن الشركاء الاستراتيجيين للمملكة المغربية على مستوى البداية المتحدة الأمريكية على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى وعلاقات المغرب استراتيجية مع مجموعة من الدول يعرفون ويستشفون هذا الدور الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية في تتبيه الأمن والاستقرار داخل الاتحاد الأفريقي داخل القارة الأفريقية وكذلك في التكتل والاندماج للمجموعات الاقتصادية الأفريقية لا كوميسا لا سيديا ولا سيويسي كل هذه التكتلات ستكون ثم كذلك بأن عندما نلاحظ بأن حجم المعاملات التجارية داخل تحاد الأفريقي أو داخل القارة الأفريقية ما بين الدول الأفريقية لا تتجاوز 12% والباقي مع دول خارج الأفريقي وبالتالي هذه المقاربة المغربية من خلال هذه المقاربة الاقتصاد البحري أو من خلال هذه البنية التحتية الكبيرة التي ستعرفها المناطق الجنوبية من خلال الميناء الداخلة أو الميناء المتوسطي أو الميناء القنيطرة أو الميناء الضربدة ستشكل مدخل لتأسيس ما يسمى بطريق السيار البحرية والتي ستدعم قوة الاقتصاد الإفريقي وكذلك التجارة ما بين الدول الإفريقية نعم، ما عرفت وش أستاذ نوفل الآن معنا على الخط؟ أستاذ نوفل؟ كش ما كله؟ طيب، لكن ممكن تكمل الحديث ديالك كنا نتحدث عن موضوع الاستفزازات التي لاحظناها آخرا وطبعاً كما قلت قبل قليل وأنه خصوم المغرب وتنظيم جبال بولوزاريو بشكل تاني والأعتبر أنه الخصم الأساسي للمغرب والطرف الآخر كان دائماً يحاولون جر المغرب إلى محاولات زعزعات استقرار منطقة من خلال أي مواجهة مباشرة المغرب اليوم هو منتصر على مستوى السياسي المغرب اليوم هو منتصر على مستوى الديبلوماسي قرار الأخير لمجلس الأمن تقير الأمن العام أمم المتحدة أنصف المغرب بالشكل كلي على مستوى السياسي وبالتالي لا يوجد أي سبب قانوني أو سياسي أو ديبلوماسي أو واقعي قد يدفع المغرب في هذه اللحظة إلى التصعيد اللهم إذا كان هناك من عدوان حقيقي المغرب كما أشر الخطاب ملكي قادر على الدفاع عن نفسه المغرب كما أشر الخطاب ملكي قادر على رد أي عدوان محتمل لكن اليوم من خلال خطاب ملكي الأخير أظن أنه قد وضع نقطة على الحروف فيما يتعلق بالتعاطي مع الأزمة الحالية الموجودة في القرار وكذلك على مستوى السبزازات التي تقوم بها أحياناً التنظيم ديجابال بوليس الزريو في المنطقة العازلة للخطاب ملكي اليوم حمل المسؤولية بشكل واضح وبشكل مباشر للأمم المتحدة على اعتبار أنها هي المسؤولة على مسأسل تسوية سياسية وانا اعتبار أنه اليوم الملف ديال النزاع السهراء على مستوى الأممي يناقش ضمن المادة السادسة من ميطاق الأمم المتحدة وكذلك اعتبار أن هناك واحد بيعتاد وهي بيعتاد من رسوليوم مكلفة بحماية وبالحفاظ على السلم والأمن في المنطقة وكذلك بالحفاظ على السلم داخل منطقة العازلة وبالحفاظ على طبيعات هذه المنطقة العازلة باعتبارها طبيعة أولاً منزوعة السلاح وكذلك طبيعة خاضعة للإدارة ديال بيعتاد من رسول انطلاقها من انتفاق وقف اطلاق النار اليوم جبات وليزاريو نقولها بشكل واضح اليوم تعيش أزمة سياسية وتعيش أجمة تنظيمية ما قامت به على مستوى مع برقاقارات أولاً نكون واضحين المغرب لن يسمح بتكرار إكديميزيك تانية المغرب لن يسمح بذلك لن تكون هناك إكديميزيك تانية على اعتبار أنه تنظيم جبات وليزاريو والنظام الجزائري ويحاولون تكرارها تنروا المغرب لن يسمح بذلك المسألة الثانية كما قلت قبل قليل تنظيم جبات وليزاريو والطرف الذي يدعمه بشكل أساسي يعيش أزمة سياسية اليوم لماذا أزمة سياسية؟ لأنه كان يتوقع أنه اللحظة اللي غد يدفع الميليشيات دياله اللحظة اللي غد يدفع البلطاجية التابعة لتنظيم جبات وليزاريو في معبر قررت أن المغرب سيقوم بنفس رد فعل السلبي تجاه المنطقة لكن المغرب تجاه الأمم السعيدة اليوم تنظيم جبات وليزاريو يعيش نقاش داخلي على مستوى الساكنة المحلية لأنه كان يعيد الساكنة بالحرب اليوم لا هو دخل في الحرب لا هو استطاع تسراجع لا هو استطاع أن يحقق حل انتصارا سياسيا على مستوى القرار ديال القرار ديال الصادر مؤخر عن ميس الام بالتالي إذا كانت هناك من أزمة المغرب لا يعيشوها الأزمة اليوم هي ما بين تنظيم جبات وليزاريو ما بين نظام جزائر والدولة الجزائرية وما بين الأمم المتحدة وبعتات من رسو نحن شفنا مؤخرا كيف قامت عناصر بلطاجية جبهة بوليزاريو بالاعتداء كذلك على عناصر ديالبعتات من رسو بمعنى أنه اليوم يعيشون حالة هديان كلي نتيجة الوضع الحالي المغرب بفضل الموقف سياسي بفضل موقف ديبلوماسي الهادئ الذي عبر عنه تجار ما يحدث في معبر القرارات أكيد أولا أنه جنب المنطقة ككل أي انجرار نحو الفوضى وتانيا أكيد على أن الأمم المتحدة ستكون أكثر مسؤولية اليوم اتجاه ما يحدث في المنطقة وعليها أن تتدخل بشكل فوري طيب أستاذ نوفل جواب قاسر جدا هو سؤال تلاتي لجميع الإخوان لأننا نحن في الأسف نهاية البرنامج آخر سؤال نداء جلالة الملك سينوفل في الوفاء لروح المسيرة الخضراء ولقاسمها الخارج فاعتقادك الخاص من أجرى فالتحديات الداخلية والخارجية ما هو المدخل الحقيقي للإصلاح والتنمية باختصى والمداخل نحن دخلنا فيها على مستوى الأرض نحن كسبنا الساكن الصحراوية من خلال الديمقراطية المحلية نعم على مستوى التنمية نحن كسبنا كذلك الساكن المحلية من خلال التنية من خلال ستنمارة الكبيرة من خلال المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب والتي أطلقها المالك في المنطقة والتي تعتبر يصمم الأمان الحقيقي ضد أي شرار نحو الأوضاء شكرا أسفت القوي نفس السؤال كذلك أعتقد يوم المملكة المغربية يعني مرت إلى محدثين أخرى في التعاون مع الملف الوحدة التورابية من خلال التركيز على تتبيت المكتسبات وخلق فرص النجاح في المناطق الجنوبية لا بد من التذكير بأن في الخطاب جلالة الملكة كانت إشارة قوية كذلك إلى إسبانيا من خلال ترسيم الحدود وكذلك وضع شركة استراتيجية في إطار يعني خلق يعني نقاش موضوعي في إطار يعني سيدة المغرب على المناطق الجنوبية ثم كذلك بأن أهم يعني من خلال الاقتصاد البحري أو من خلال البرامج التنموية والاستراتيجية والمخططات الكبرى التي وضعت في المناطق الجنوبية أعتقد أن مجموعة من المعادلات الجيوستراتيجية على المستوى الدولي خاصة على المستوى الجيوطاقي ونتكلم عن أنبوب الغاز من نيجيريا نحو الدول أوروبا ستكون له أبعاد وتمتولة كبيرة في هذا المشروع الكبير وستلعب المناطق الجنوبية الدولة المحورية في تتبيد هذا المشروع الجيوطاقي والجيوستراتيجية على المستوى الدولي نعم طيب دكتور نجيب آخر سؤال الوفاء لروح البسيرة وتحقيق النمية كذلك آخر سؤال أعتقد أن العقيدة المغربية مرتبطة بشكل كبير بقسم المسيرة الخضراء جلالة الملك اليوم أكد ذلك لأنه منطقة الصحراء المغربية وضع جلالة الملك في قلب الدينامية العالمية وضعها بمبدأ من الابتكار والإبداع في قلب كذلك الدينامية الوطنية والدينامية القارية أعتقد اليوم كلمة سر ستكون الوفاء لقسم المسيرة الخضراء وكذلك العمل بعزم وحزم لتنفيذ سياسات الملكية لأن اليوم سياسات الملكية هي هندسة دكية جدا أعتقد بأنها ستكون بمثابة آلية تقوية الحضور المغربي القاري وكذلك إنهاء هذا النزاع المفتعل على اعتبار أن اليوم المغرب يبني أمور كبيرة جدا ولا يأبهوا للميليشيات والعصابات نعم دكتور نجيب الصومعي الخبير والمحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لك أيضا الدكتور شرقاوي الرداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية شكرا جزيلا لك والمجتمعية إلى اللقاء